خطر أوميكرون لا يزال مرتفعاً تحذير أطلقته منظمة الصحة العالمية أكثر من 21 مليون إصابة جديدة رصدتها المنظمة خلال الأيام السبعة الماضية فقط في أعلى مستوى أسبوعي يتم تسجيله منذ تفشي الوباء الارتفاع المضطرد في الحالات تعزه المنظمة إلى أوميكرون إذ شكل نحو 90% من عينات المصابين المأخوذة خلال الشهر الماضي يأتي ذلك بينما تراجعت الإصابات بسلالة دلتا عند مستوى 10.7% كما تواصل الإصابات بالمتحورات ألفا وبيتا وجاما الانخفاض أيضاً الوضع الوبائي دفع المنظمة لمطالبة الدول بتطعيم 70% من السكان لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء هذا العام إذا استخدمت الدول الاستراتيجيات والأدوات بشكل شامل فسنتمكن من إنهاء المرحلة الحادة لوباء كوفيد 19 هذه السنة بإمكاننا إنهاء حالة الطوارئ العالمية التي تسبب بها الفيروس وهذا ما يحتم تلقيح 70% من سكان كل بلد مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للإصابة ورغم أن المتحور الجديد يدق نقص خطر فإن المنظمة أشارت إلى أن معدل العدوى يرتفع بوتيرة أبطأ من السابق وللحد من انتشاره نصحت الصحة العالمية بتوزيع جرعات معززة من اللقاحات بعد أن ثبتت فعليتها في مكافحة أوميكرون أملاً في احتواء الأزمة والخروج من الموجة الحالية بأقل ضرر ممكن اشتركوا في القناة